طيب يا بش مهندس إلى أخبار من وردني طبعا مهندسة زينبا وثمان هي مهندسة وكانت في الصين وشغلها حلو إلكترونيات صح كده؟ صح كده حياتك مشغولة طول الوقت طول الوقت أه أعرف ديان برضو قصتك بدأت زي مع المرض ومكافحة المرض وربنا طبعا يشفي ويعافي الجميع ونشوفكم أسعد الناس يا رب يا رب إن شاء الله هناك مسافرة بنزل أجازة كل سنة بنزل شهرين اكتشفت وأنا مسافرة إن فيه كل كيعة كده ظهرت غريبة فكلمت والدتي وقلت لها بس أنت مش متزوجة لها مش متزوجة وكنت لسه صغيرة كنت لسه في سنة ربعة في الجامعة كلمت والدتي وقلت لها قالت لي خلاص أول ما تنزلي نحجز ونكشف ونتطمن على طول إن شاء الله فانتظرت طبعا شهرين تانيين نزلت من السفر تكلمت المستشفى وحجزت على طول لماذا عملتش ده هناك؟ هناك كنت خايفة بقى الوحدي وبعدين ما كنتش قلقانة أو الحقيقة يعني كان فيه وحدة زملتي كان عندها ورام حميد وشالته وكانت حاجة بسيطة فإحنا قلنا ممكن تكون زيها يعني كمان سني صغير ما فيش حد في العائلة خالص عنده فكان الموضوع مستبعد تماما عني يعني بس نزلت وحجزت في المستشفى فكرة الوراسة مسيطرة على الناس لو في عائلة فيها تاريخ في الحتة دي بيبدأ يفسر النبال اللي ما عندوش فما بيهتمش بالزبط هي الوراسة بيبقى فيه فرصة أكبر بس مش شرط يعني أن أي حد بيجيله أو أن الناس ما عندهمش وراسة بيجيلهم برضه بس بعد كده كلمت المستشفى وراحت وقلت لهم أن أنا المفروض أن أنا هسافر كمان شهرين تاني عشان أكمل السنة الخمسة بقى رحت الصراحة عملوا لي كل حاجة في نفس اليوم سونار مامو جرام أشعة وبعدين خدوا عينة وانتظرت طبعا نتيجة التحليل يعني والحاجات وللأسف طبعا هم قالوا الماما ما قالوا ليش أنا ماما اللي بلغتني يعني كانت صدمة كبيرة جدا الحقيقة لأن أنا كنت مجهزة نفسي للسفر وأن أنا خلاص هتخرج آخر سنة وكده فكنت زي علينا الحقيقة ومصدومة خايفة بس طمنوني في المستشفى كتير وأهلي الصراحة يعني أهم حاجة الدعم النفسي كانوا أهلي إخواتي إصحابي خطيبي كلهم الحقيقة يعني القصة دي بلدي ده من ثلاث سنين اندخلت المستشفى في 2018 وخلصت العلاج الحمد للف في سنة الكيمو بعدين عملت عملية استقصال كلي بعد كده أخدت راديو سيربي وباخد هرموني الهرموني ده مدته خمس سنين يعني ففات الحمد لله تلات سنين بس ما شاء الله الحالة النفسية والحالة الصحية هي أخبارها دلوقتي لا الحمد لله وبس كانت الصدمة الأولى طبعا يعني أول أسبوع كده كنت مصدومة خايفة فكرت أن أنا متعليكش واسبها كده بس الحقيقة دعم أسرتي والناس اللي في المستشفى اللي كلموني يعني كتير وكده كان دافع كبير أن أنا تعالج وخلص وقلت النفس هي رحلة صغيرة صعبة ترجمة نانسي قنقر